أسوأ وأوحش أنواع اليوت إن الواحد يحس باليوت رغم إن أبوه و أمه عايشين ده اللي حصل في حكاية إكرام بطلق قصة حقيقة النهاردة مامتها و باباها كانوا من الأرياف و جم يعيشوا هنا في القاهرة ليه؟ عشان باباها بيشتغل هنا لحد ما وصلت إكرام للإعدادية وقتها أمها ظهر لها ورث كبير أوش بلدها طلبت من أبو إكرام إن هو يسيب شغله ويرجعوا يعيشوا في البلد تاني يبقوا جنب الورث رفض زدت الخلافات ما بينهم وخلاص مش عارفين يوصلوا لحل أصرت إن هي ترجع فاتطلقوا سابت الأم إكرام بنتها ومشيت مركزة طبعاً في الفلوس والفلوس والفلوس وبس إكرام كل ما تتصل بمامتها تقول لها هقفل عشان عندي شغل المكالمة ما بتكملش دقيق عاشت إكرام على الحال ده تلاتين سنة بحالها من غير أخ ولا أخت ولا أم لحد ده ما بابها اتواف بقت إكرام لوحدها في الدنيا جالها مرض مزمن بيخليها بتعاني من سوق النوم تعب تيبوس في العضلات غير إن هي طبعاً جالها عقدة من الجوائز بعدها سبعة وربعين سنة ولسه أنيسة ترجمة نانسي قنقر